أخت ناس يعني طبعاً أنت عبرت ليسوع المسيح خليني بشكل مباشر إيه اللي جذبك أنه تيجي ليسوع المسيح بس الكتاب بيقول الذين سبقوا فأعرفهم عينهم أنا آخر ما كنت أتخيل أني أفقى في يوم من الأيام مسيحية ولكن الله صالح ويعلن ذاته للي يقوم طريقه أنا طول عمري كنت أخاف الله بس أنا الله اللي بعبوده لحد ما حصل يعني النفوات المعين كان عندي شك فبدأت أسأل يا رب أنت فين لما الرب يعني وراني ذاته بص فيه تغيير ما بيحصلش غير بإيد المسيح ده اسمه تبديل للقلب ده أكتر حاجة أقدر أقولها مع كل حبي وتقديري طبعاً لأخواتي المسلمين اللي أهلي لسه منهم مهما كان العمل والعبادة والتأدية والأنك تحاول تجمع حسنات ومش عارف إيه ده كله بيبقى زي ما يكون من برا زي ما يكون لابس هيدون جميلة أوي هيدون حلوة أوي منضيفة بس يعني سوري كده من جوة يعني ايه مش صح أنا مقصودش أن حد وحش مش قصدي عايز أقول إن تغيير الإنسان ليصل للسورة عينها ده ما بيحصلش غير لما الرب يمد ييده يغير القلب اللي هو خلقه خلي بالك أنا برضو مهما قاعد أقول اللي ما تغيرش مش هيحس اللي حسك ده اللي كان أعمى والآن يبصر لكن أنا مهما قاعد أقول للناس اللي مش شايفة ده النور لونه كذا مش هيحس مش هيفك كل الله قدر أقوله لأي حد بيسمع لو عندك واحد في المية ربع في المليون إحساس في قلبك أنك عايز تعرف الله أكثر ارفع وشك للسماء وقوله يا صانع السماء والأرض اعلن لي عن ذاتك الله قد كده قريب وقد كده وقد كده معلش هتجاوز وقول بسيط وبيتلكك عشان يكرم البني آدم ويعرفه على ذاته بعد كده بقى التغيير مش بيبقى يعني إيه واحدة 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 إفغار فاكة وأنا أملأه بعض الناس التغيير معاها بيبقى بسرعة أسرع من آخرين ولكن كل يوم في تغيير أي أن كان هذا التغيير لكن كل يوم في تغيير كل يوم من مجد إلى مجد يعني كمان من الرابط أخت ناس إيه اللي اكتشفتي في يسوع المسيح كشخص أو شخصية متميزة عن أي ديان أخرى هو أولاً برضو تاني مع احترامي للناس اللي بتقارن هو ما نفعش يقارن يعني فيه مقارنات بس معها كتير محمد ويسوع ما نفعش يا جماعة ما نفعش أقارن الله الخالق بأي حد تاني فأنا هرد على السؤال لكن مش مش في حد تاني يعني لا أنا أرد على السؤال ده اللي في يسوع تقدر تقول كده إيه وأنا مش بقول الكلام ده يعني لا تفقيم ولا بدعاية بس تقدر تقول كده إيه ملك بسيط مدرس قريب جداً صديق حاضر فيه علاقة شخصية فيه علاقة شخصية يعني زي ما يكون معايا رقم تليفونك وفيه بيننا علاقة شخصية أقدر رفع التليفون وأكلمك فأنت تعرفني فبترد علي فعلاقة شخصية زي ما بيقول الخواجات انتمسي كده مع احترامي للديانات الأخرى أتكلم على الإسلام لأنه هو ده اللي أنا كنت فيه بيبقى فيه علاقة مع ربنا وكل حاجة لكن فيه حدود ما ينفعش البني آدم أو العبد لأن البني آدم عبد لله ودي حاجة في الإسلام كويسة يعني أنه يبقى عبد العبد ده لي حدود ما يتطولش عليها في حاجات ما يسألش فيها لازم يعرف أنه هو عبد وأنه ده الله فحتى ما تيجي تصلي مثلا يعني كنت أصلي مثلا فأطلب من ربنا حاجة أقول له يا رب طبع عشان خاطر حبيبك النبي مثلا يعني تمام الموضوع مع رب يسوع مش كده لنا ثقة لنا ثقة ثقة إحنا لنا إحنا إن إحنا ندخل لي داعين وقائلين آبا أنت متخيل الناس الملكة إليزابيس الله يرحمها الناس هم قد بتروح تقابلها كان المفروض إنه فيه بروتوكول معين عشان تقابل الملك حتى في طريقة الوقفة لازمش عارفة ينحيني إزاي ويعمل إيه لكن مع رب أنت بتدخل تتكلم إليه طبعا بكل خشو واحترام لكن بلا حائل أب على فكرة أنا عن نفسي واحدة من الناس أخذ الموضوع معايا فترة طويلة جدا على ما بقيت أجرؤ من جو إن أنا وصاب وأنا بصلي حتى أقول له آبا كان بالنسبة لي دي يعني لا يا رب آه أنا جيت لك وكل حاجة بس برضي يعني المعامات محفوظة يعني انت فاهم الإحساس البنياء ده مما بيبقى تربع على حاجة معينة صعب تأشرها في يوم وليلة ويعود المجدل للرب أنا فاكرة أن أنا في مرة في سنة 2013 كنت بصلي وأنا بصلي ترعت مني كده وقال له آبا والرب رد عليها وقال له دي أول مرة تدعيني أبا فإذا تفرق معاه هو كمان أنت معتبر فعلا ومصدق إنه هو أب ليك ولا لأ عمين وبتفرق جدا بتفرق جدا مع الرب بتفرق جدا إن أنت مثلا في أولادك واحد منهم ييجي متعشم أو ييجي متيقن إن أنت سمع له لأنك بتحبه مش سمع له علشان مثلا أنه هو عمل ده حلو ده وحش ده يعني علاقة ده كل اللي أقدر أقول علاقة أخت ناس طبعا أنت اختبرت الرب من فترة ولكن خليني أسألك اليوم في كتير ناس بيشهدونا في ناس عندهم القناعة يعني كتير من أحبائنا المسلمين عندهم القناعة العقلية بيسوع المسيح بيعرف أنه شخصية متفوقة بيعرف يعني أنه المسيح لا يقارن ولكن حتى هذه اللحظة لم يؤمنوا به قلبيا طبعا لأسباب كتير إيه ممكن الرسالة لتوصليها للناس اللي 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 عم تسمعنا وصي يا حضرك الأستيس عشان أكون أمينة إن لم يبني الرب البيت باطل تعب البنين إذا أنت عندك لازم يكون الإنسان أصربنا بيحترم إرادة الإنسان جدا للأسف بإرادته عنده من جوة حاجة أو يعني العربي هو عاوز عاوز اشتياء إنه يعرف الله الحقيقي أو إنه يعرف الله الحق أو إنه يعرف الله أكتر إذا عندك الاشتياء هذا قوم طريقك أمام الله بضمير الإنسان وضمير الإنسان العادي اللي إحنا عارفين المغروس في قلوبنا ورفع عينك للسماء وقول له يا رب بس وريني ذاتك يا إله إبراهيم وريني ذاتك إبراهيم يعني كل الديانات وخصوصا المسلمين عارفين أنه بالضبط يا إله إبراهيم يلي كنت بتتكلم لإبراهيم في أيام الجاهلية إذا كان الله كان يتكلم لإبراهيم أيام الجاهلية قبل ما يبقى حتى فيه نور الله هو هو ما بيتغيرش والإخوة المسلمين الأعزاء عارفين إن الله صرمدي من الأسماء الحسنة ثابت ما بيتغيرش يفع عينك لفوق كده وقوله يعلم لي عن ذاتك هو هيعمل عجبا هو ممكن يكلمك برؤى في الليل وأحلام هو قادر بس قوم طريقك قوم طريقك قوم طريقك وطلبه من القلب آمين آمين أخت إناس فعلا ربنا يباركك وألف مبروك عليك المسيح كل سنة وانت سالمي وربنا يباركك ويبارك أسرتك ويبارك خدمتك أيضا اشتركوا في القناة